يحزني ويؤسفني أنه إذا تجاوزنا الموضوع اللوجستي ورحنا بكل وضوح لبعد سياسي للموضوع أن الأمريكي يريد يتواجد لمصالح سراتيجية أمنية خص مصالحة مدخص مصالحي إذا قبلنا هيهيتش القصة فإحنا لا يجوز الإنقسام إطلاقا لا يجوز الأصل أن العراق سيادة ومن يدعم التواجد الأمريكي معنيات ونواية ترامب المعلنة مش الخفية وأنا أسميه الرئيس الصادق للولايات المتحدة الأمريكية لأنه هو الوحيد الذي يذهب لأهداف أمريكا مباشرة دون لف أو دوران هذا الرجل عبر عن هذه الحقيقة إحنا لازم نبقى وما نطلع أبدا وأوضح بعض أهداف بقاءة طبعا هذا قبل قبل الانتخابات يعني أثناء الحملة أثناء الحملة كان صادق وبعد الحملة كان صادق مئة بالمئة قبل الحملة كان صادق وبعد الحملة كان صادق وإحنا نهن الشعب الأمريكي عليه ولذلك في تقديري أن يتواجد الأمريكي بهذه النوايا مش محل نقاش ولذلك لا من حق الحلبوسي ولا أبو الحلبوسي ولا أي رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أن يقولهم إيه تعالوا تواجدوا وهو يعلم أن التدريب غطاء مش حقيقة أنا وياك الآن إحنا مو بمحل المسؤولية في الدولة العراقية ولكن بكل بساطة توصلنا بعشر دقائق إلى أن نوايا الأمريكي للتواجد هي ليست التدريب وليست الحرص على كفاءة الجيش العراقي وإنما أهداف استراتيجية أمريكية من أجل التواجد هنا في هذا البلد وليس في غيره أنا وياك اتفقنا لا يجيني سياسي يضحك علي لو على نفسه وعلى الأمريكان يقولهم إحنا نريدكم تبقون لأن بحاجة إلى تدريبكم هو يكذب على نفسه وعلى غيره وعلى وطنه